رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عملنا قالب من اللحمة كده محشي بالبيت هيعجبكم ان شاء الله وكمان هنعمل مع بعض دلوقتي برضو طاجن بتنجنب اللحمة المفروعة روعة الروعة لازم تجربوه اول حاجة عايز اعرفكم من الحلقة برعاية سمارت فلازم برضو نوريكم حاجات سمارت عندهم هنا محضر طعام حلو جدا هنستعمله دلوقتي ان شاء الله اول حاجة طبعا هنا عندنا المقادير بتاعتنا كيلو من البتكان متقطع شريح ومتحمر وحنا طبعا حطناه على مناديل عشان ينشف خالص كمية الزيوت الموجودة فيه بعد كده عندنا كيلو من اللحمة المفروم مع بسلتين ومعه كمان نص كباية من الفول السوداني ومعلقتين من البقدونس ومعلقة زعتر وفصين توم ومعلقة بهارات وشوية من الملح والفلفل وكباية جبنة مبشورة كل الحاجات دي اللي ان شايفينها قدامكم دي طبعا احنا عصجنا اللحمة وحطيناها التصالص التماطم علشان تبقى نشفة معنا شوية وما تبقاش طرية هنشتغل ونوريكو هنعمل ايه هنجيب الطاجن بتاعنا اهو طبعا هنا البتنجان متحمر في حتة بتبقى تخينة كده وحطة صغيرة اهي ياسر اهي شايفينها حتة كبيرة وحطة صغيرة هنيجي هنا نعمل حرف من ناحية الصغيرة تمام اهو حرف كده من ناحية الصغيرة مش من ناحية الكبيرة ونملة ما تخلوش حتة تفاضية علشان خاطر لما جاء ليه ويطلع معانا شكله حلو اهو هنقدمه ممكن مع رزة ابيض نقدمه مع اللي انتوا عايزينه جميل اهو جميل بالراحة خالص انا بقلب او بعمل اهو قطع البتنجان بتاعتنا في الحرف كده وبعدين بعد ما هنحطها انا عارق طبعا كل الحاجات عندي مستوية فعلشان كده مش محتاج ان احنا نغليهم غلوة واحدة على النار تمام لو انا حطيت بصل وطماطم جواه شرايح لو انا حطيت يبقى لازم ادخلها الفرن شوية لو انا حطيت لكن احنا ممكن زي ما انتوا شايفين عملنا الاعدة الاولانية هي شايفينها تمام ونيجي ناخد بقى الحتة الزيادات دي نملة بيها هنا على قد ما نقدر جميل كده وروح ابص بقى على القلب بتاعنا اللي احنا عملناه من شوية علشان هنحمره دلوقتي زي ما قلنا بالزيت والزبدة قبل ما نعمل اي حاجة خالص عايز اروح اصيح الزبدة عشان ما تاخدش معانا وقت بصوا بقى القلب عامل ازاي ناشف معانا ناشف اهو اهو شايف ياسر اهو لما حسيت اهو كده يبقى وصل للتسوية الكاملة وانا قال لي اهو ناشف معانا خالص هنجيب صانية ونخرجه يهدى شوية هنجيب صانية وناخد كده بالراحة نخرج قطعة بسم الله ونسيبه يهدى شوية قبل ما نعمل اي حاجة خالص لازم يهدى معانا شوية علشان خاطر كل المية الزيادة دي تنزل ولما نجي نحمره ما يبقاش يتقطع معانا تمام وبعدين هنجي هنا فاكرين اللحمة اللي احنا قولنا متعصاجة بصوص الطماطم اللي فيها التوم وفيها كل المكونات هنضيف عليها البقدونس ونضيف عليها شوية زعتر صغيرين ونقلب الخليط ده كده ونقلبه يلا بينا جميل ونضغط ما تخافوش اضغطوا كده ما تقلقوش خالص تمام زي ما قلتلكم لو عايزين تمام لو عايزين تعملوا الخلطة دي فيها شرايح بتنجان تعملوا عادي جدا تمام لو قصد شرايح طماطم وبصل لو مش عايزين ما فيش مشكلة عشان كده هنيجي هنا اخد بقى الفول السوداني بتاعنا عليها ونفرد كده والجبنة المبشورة اهو شوفوا الشكل عامل ازاي جماعة وبقية البتنجان اللي عندي بقى هنخطه على وشها نقفل خالص تمام اهو شوفتوا بقى الموضوع سهل ازاي وانا عندي طبعا القالب مستني اهدى شوية عشان نحمره مع بعض في زيت وزبدة تمام كده نقفل خالص عليها ولسه هنقفل قفلة تانية تمام كده اهو بعد ما بنقفلها كده بنقفل الحروف اللي احنا كنا عملنا فيها اهي بالراحة خالص اهي اهي ما فيهاش بقى اي سوائل غير السوائل اللي كانت موجودة جوه الطماطم بتاعتنا او جوه السلسة بتاعتنا بتاعة اللحمة انا كل اللي هعمله دلوقتي هدخلها الفرن كده تمام هناخدها اه ندخلها الفرن تلات اربع دقاية مش اكتر من كده عشان تشمع معانا اهو تمام نعمل بقى اي بقى هنشيل كل ده هنشيل كل الحاجات الموجودة دي ونجيب معانا اهو يا استاذ حسين صباح الفل عليك يا شي فسري ازيك يا حسين اخبارك ايه الحمد لله لنور عليك الحياة الممتاعنا ومبدة فيها يا شي فسري والله يا ربي يخليك لي يا حسين ربنا يكرمك ده من زوءك يا حبيبي الله يخليك ربنا يبرك في عمرك كده ودائما كده بصحة وسلامة كده يا شي فسري والله الله يخليك لي يا حبيبي تسلاملي تسلاملي كالترخيرك على سؤالك تأمرني تأمرني لا الله والله استبيلك والله يا شي ف والله يعني طب بس انا عايزك بقى تجرب قلب اللحمة ده بصراحة حلوة طبعا اللحمة الجملي طبعا جميلة 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 اه انا قلت بس استشير حريفة شيعني لا 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 هتطلع جميلة جدا اللحمة الجملي اه تجربها وتطلع ممتازة ان شاء الله ان شاء الله يا رب يخليك يا رب كده وقولي هه تسلاملي كتر قلبي خيرك يا حبيبك كتر خيرك كتر خيرك بشكرك على اتصالك بصوا بقى القلب بتاعنا هه بعد ما عملناه كده هنفتحه بالروحة برضو اهو بصوا بقى هتشوفوا اللحمة او القلب بتاعنا عامل ازاي ولسه بس انا عشان الوقت هاخد هنا كده الاول الزبدة دي اصايحة شوية في المايكرويف لمدة نص دقيقة اهو والمايكرويف سمارت ده لوم زاد كتير جدا يعني اولا التسخين وكمان عندنا فيه هنا دوفرست ولوحة التحكم الالكترونية وكمان فيه حاجات كتير جدا اه ازابة التجميد ده من اهم الحاجات يعني مثلا لو انا مستعجل حطيت فيه الحاجة بتاعتي لمدة اه دقيقتين تلاتة هتدو بالتلج مش هتساوي معنا تمام خلصناه نص دقيقة هنرفع وطبعا هو علشان خبصه بعد نص دقيقة سياحة معاي الزبدة خالصة تمام هروح هناك هروح هناك هنعمل ايه بقى بعد ما فكنا ده لازم نجففه شوية لازم نجففه شوية من الميا علشان ما يعملش معانا يعني ما نحطه في الزيت والزبدة ما يترتاش معانا لو انا حسيت بقى هنا ان التاسا دي مش هتاخد العرق كله هاجه اطعامنه نص او جزء منه دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه بالراحة خالص معاكو لغاية ما نخلص كل حاجتنا واحنا مش مستعجلين هننشف ننشف خالص من الميا وبعدين هنجيب سكينا ليه بقى زي ما قلتلكم ان التاسا بتاعتنا مش كبيرة لدرجة ان هي تاخد ده لسه معمول حالة نه تمام كده هناخد هنا الزيت والزبدة اللي احنا سيحناها في المايكرويف ونحمر في العرق بتاعنا طب انت قطعتش احنا كده بعد كده هنقطعوا عادي يعني احنا هنقلبوا كل شوية لغاية ما يطلع معنا اللون اللي احنا عايزينه اللون الدهبي اللي احنا عايزينه وده اللي انا بتكلم عليه يا محمد يا صباح الفل يا صباح الجمال ازاي حضرتك الله يخليك ازاي حضرتك كل عام وانت بخير حضرتك وحضرتك طيبة وبخير يا رب دايما يا رب بديك الصحة والعافية وخليك لينا يا رب يا رب يا رب تسلامي ربنا يكرمك يا محمد يعني مش عارف الواحد يقولكو ايه والله ربنا يخليك لينا يا رب نتحرفت من حضرتك ابدا الله يخليك يا محمد ربنا يكرمك تسلامينا عايزة انا ستي كبيرة فعايزة كتا سهلة كده سهلة يعني حاضر ان شاء الله يوم الاسبوع الجاي نعمل لك كيك برتقان كده طالما البرتقان موجود في السوق بمنتهى السهولة يعني هنقلبها كلها تقليبة واحدة ما تقلعيش خالص حاضر من عناية وبرضو ان شاء الله نعمل لك اللي انت عايزة انا بشكرك يا محمد وممكن اقولك على مقديرها دلوقتي لو عايزة تعرفي كيك برتقان سريع وسهل هقولك دلوقتي هنجيب تلت بيضات تلت بيضات هنحط عليهم كباية سكر وكباية عصير برتقان اه طيب عشان تكتب ماشي حاضر زي ما قلنا كباية سكر على تلت بيضات وهنقلبهم تقليب عادي كده وبعد كده ننزل عليهم بكباية من عصير البرتقان وتلت تربع كباية من الزيت ومعلقة فانيليا ونقلب كل ده مع بعضه تقليبه واحدة تمام كده بعد ما بنقلبه تقليبتين كده مع بعض ويدوب معنا السكر بنزل عليه بكبايتين ونص من الدي كبايتين ونص من الدي عليهم معلقة بيكينج باودر كبيرة معلقة من البيكينج باودر كبيرة وبعد ما حطينا البيكينج باودر عليه وحطينا كمان السكر وقلبنا كله 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 بجيب القالب ادهينه بمادة دهنية وعفار بديه وصب فيه الخليط بتاعنا ودخله الفرن بعمل بعد كده نص لتر من عصير البرتقان على النار مع كباية سكر يغلي عشان يبقى مركز شوية اول ما تطلع الكيك بتاعنا وتهدى بفضيها وحط عليها السوس بتاعنا ده اسهل كيك ممكن تعملوه والذ كمان يعني غرقان في البرتقان بص اللون اللي انا بتكلم عليه هو اللون الدهب اللي انا بتكلم عليه يبقى احنا كده عملنا الحاجات بتاعتنا هطلع دي علشان خاطر احنا قلنا بس يادو بتشمع كده ونطلعها عشان نوريكو شكلها وممكن حنغرفها ونوريكو الشكل في الاخر بسم الله حلوة جميلة طعمها مشاهي جدا لازم تجربوها بجد قبل ما نقلبها عشان هي سخمة نسيبها ترتاح شوية نسيبها ترتاح معانا شوية وبعد ما ترتاح معانا شوية نقلبها عشان تطلعوا شكلها بالشكل اللي انتو هتشوفوه عندي نوع بقى من الصلط خفيف ولازيس كده من بواقي الرز اللي عندي يعني مثلا كنت عاملة شوية رز وبقى مني شوية رز كده هرميهم لا هنعمل بيهم شوية من الصلط مقدرهم بسيطة قوي ولكن هنستعمل هنستعمل معانا محضر الطعام بتاع اسمرت اول حاجة من مقدرنا عبارة عن كباية ونص من رز البسماتي رز مصري زي ما انتو عايزين مسلوق مسلوق وبعدين تكون بردة كمان عندي قلبتين من التونة وعندي كمان نصف كباية من البسلة ونصف كباية مايونيز وبصلايا مفروما وكمان عندي نصف كباية من الجزر ومعلقتين من البقدونس معلقتين عصيرة اللمون معلقتين من الخل وثلاث معالق من زيت الزتون وملح وكمون ومعلقة مستردة كل المقادير دي معانا يا شي فيو سيقعة لانها نوع من انواع السلط لوحده كده يعتبر وجبة كاملة هقلب دي كمان تقليبة عشان خلاص قربنا نخرجها هو بصوا اللون الدهب اللي انا بتكلم عليه هو ده اللون الدهب ده بعد ما بقصعها بقى آآ شرايح كده زي ما قلت نفتر بها الصبح نقدمها بالطريقة اللي انتوا عايزينها دول حاجات جميلة جدا حبينا نعملها لكم وتعيشوا معانا عميلها لحظة بلحظة لان احنا عملنا دي قدامكم على الطبيعة هواديها بس كده تفرد براحتها نشيلها وبعد كده همقصعها الشرايح بتاعتنا وكمان ناخد الطاجن ده عشان نيهدك كده براحتنا ونقدر نغرفه مع بعض عملنا مع بعض الحاجات دي وتعالوا بقى نعمل الصلاة بتاعنا آخر حاجة من المكونات السريعة اللي احنا عندنا زي ما قلنا الحاجات اللي بايتها عندي بس تعملها الحاجات اللي دايما بتكون بايتها عندي بس تعملها هناخد بس هنا الجذر مسلو فانا هطحنه مع البصل وعليه عصير اللمون وعليه كمان الخل في محضر الطعام بتاع سمارت وبعدين طبعا المحضر الطعام ده له يعني وظائف يعني تتعدل 35 وظيفة مختلفة وطبعا زي ما انتم شايفين كمان مدرج هنا علشان خاطر لو بنقيس بين اللتر هنقيس لو بنقيس بين اللتر هنقيس برضو المادير اللي احنا عايزينها السوائل تمام كده هناخد بس كده التونة كمان انا عايز اطحن الحاجات كلها وبعدين المايونيز تبقى نعمة خالص يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن نخليها هي البسلة والبقدونس وبعدين نقفل كده لغاية من ايه نتخنهم مع بعض ناعمة خلاص كده اهو هنعمل ايه بقى هنبقى تشيل وبعدين نجيب الرز بتاعنا ونحط عليه بقى مكونات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها عايز اقول لكم ان الضمان كمان بتاع سمارت ده سنتين كاملين ده مان سمارت سنتين كاملين كوباية ونص من الرز البسماتي هنفضع عليه الخليط ده الدايب ده زي ما بنقول دايب دوب اهو شايفين بقى الخليط عامل ازاي وبعدين هنضيف البقدونس ونضيف كمان اخر حاجة البسلة وشوية ملح صغيرين وشوية من الكمون وحاول بقى تجربوا فعلا نوع السلاتة ده ممكن احطي فيها شف يوسري شوية من الحاجات يعني خضرات تانية اللي انتوا عايزينه بقى يعني انا بس حبيت اوريكم نوع من انواع الاكلات اللذيذة بصوا بقى الجزر لما فرمناه بقى بقى كده قطع صغيرة هنحط البسلة ونقلب وبعدين هنحط البقدونس وبعدين هنحط الكمون وشوية الملح وطبعا انتوا عارفين احنا عملنا كل الحاجات دي بمحضر طعام سمارت جربوه ولازم تقولولي على اللي بتعملوه وان شاء الله ابعتولنا كمان والالوان بتاعتنا متاحة ابيض وحمر عشان خطر بناتنا اللي بتحب الحاجات الالوان يا استاذ سهير الو الو يا استاذ سهير من فضلك ممكن تقفيلي بس التلفزيون وتسمعينا من التلفزيون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازا كثير اهلا بحضرتك اهلا بيك ازاي صحيحة انا اول مرة بتصل بحضرتك من عشان كده عايز حضرتك فيل التلفزيون وتكلميني من التلفزيون او توطي التلفزيون خالص ربنا يخليك ويحسن ما بين ايدك يا رب يا رب احنا وانتي ربنا يكرمك يا رب يا رب عايز اعرف سنية بطاطس باستدوق يا شيكي وصلي من عناية حاضر هقولك عليها دلوقتي حالا حاضر حاضر من عناية خلصنا كده كل الحاجات بتاعتنا هنيجي نعمل ايه بقى هنحط شوية زيت الزتون اللي قلنا عليهم على الوش ونجمل بشوية من الطماطم الشيري نجمل باللي انتم عايزينه بس ده بقى واجبة لوحدها فيها بروتين حيواني وفيها نشويات في الرز وفيها خضروات حاولوا تجربوها بالفعل هتعجبكم جدا عشان كده كمان رشة الكمون على الوش كده ولو حطين عايزين تحط شوية شطة مفيش مشكلة خلصنا كل حاجتنا ان شاء الله يا رب تعجبكم عملنا مع بعض قالب لحمة محشي بالبيد المسلوق جربوه مش هتندموا لو جربتوه هيعجبكم جدا وكمان عندنا كمان طاجن او قالب البتنجان باللحمة المفرومة وطعمه يعني من العشاق اللحمة المفرومة والبتنجان زي حالات كده بيحب البتنجان جدا هيعجبكم جدا وكمان عملنا صلطة خفيفة قوي تعتبر وجبة لوحدها يعني الصلطة دي تعتبر وجبة لوحدها بعد ما خلصنا كل حاجتنا كانت الحلقة كلها برعاية سمارت يا رب تعجبكم ان شاء الله بعد الفاصل هنشوف مع بعض الحاجات بتاعتنا بشكلها المشاهي ولكن بعد فاصل سريع التعليمي والأكاديمي والحاجات اللي انتو بتحبها وكلها تلاقوها في مطبخ الحامل عشي فيصري ولكن بعد الفاصل